بسم الله وصلى الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومول رجعنا لكم تاني والللادي ليلة خمسة وعشرين رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم ليلة القدر إيه الأداب اللي نعملها في ليلة القدر ربنا بقول في القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قالوا العلماء إن ليلة القدر خير وأحب إلى الله من عبادة ألف شهر ليه ألف شهر قالوا لأن العابد في بني إسرائيل كان لا يسمى عابدا إلا إذا عبد الله ألف شهر والمجاهد في بني إسرائيل كان لا يسمى مجاهدا إلا إذا لبس السلاح ألف شهر فربنا جعل دعطية وهدية وهبى ومنحة لأمة سيدنا رسول الله ليلة وحدة إن قمتها وتعبدت لله فيها كانت لك خير من عبادة ألف شهر ثلاثة وتمانين سنة ليس فيها ليلة القدر طب نقوليه في ليلة القدر إيه الأداب اللي نراعيها في ليلة القدر أن نتحراها في العشر الأواخر وأن نتحراها في الليالي الوترية وأن نتحراها ليلة السابع والعشرين وأن نحرص في الأيام المتبقية من رمضان على صلاة العشاء جماعة والصبح جماعة بعد أقل القيام وأن نحن نحرص على صلاة ركعت بالليل تحرص على صلاة التراويح في المسجد تحرص على صلاة التهجد في المسجد أو تصليها في بيتك وأن تكثر من الدعاء الذي أوصى النبي به السيدة عائشة يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها أقولي يا رسول الله في أي ليلة تكون ليلة القدر قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني سيدنا النبي أول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يا سلام إيمانا بالله واحتسابا أي ابتغاءا للأجر والثواب من الله هتقم ليلة القدر من رزق قيامها فقد رزق الخير كله ومن حرم بركة قيامها فقد حرم الخير كله تحروا ليلة القدر ادعوا بدعاء سيدنا النبي في هذه الليلة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا ادعي للناس كلهم لإن عفى بمعنى محى بمعنى أزال ما قال شاء اللهم إنك غفور رحيم لا عفو كريم تحب العفو فاعف عني لأن عفى بمعنى محى ببيض لك الصحيفة إنما غفر بمعنى سطر ورحم الله من قال مناجيا ربه تعفو الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن إن تنازل بساحة الملك الكريم الذي من قصده لا يضام سبحانه وتعالى قل له يا رب عفو عني في هذه الليلة يا رب اغفر لي في هذه الليلة تصدق في هذه الليلة يعني أخرج صدقة في هذه الليلة على مسكين أو يتيم أو أرملة أو فقير أو محتاج افعل الخير من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وحوقل واستغفار وصل على سدن النبي انشغل فيها بالقرآن قول اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أعوذ بك من النار كل هذا تقوم به في هذه الليلة نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل ليلة القدر وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا اللهم أمين هلوح فاصل وارقع لك تاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر